شاهدنا ولأجل الحديث أكثر بتفاصيل هذا الموضوع ينضم معنا عبر الاتصال عون عبد ذياب عضو الهيئة الاستشارية للموارد المائية في وزارة الموارد المائية أهلا وسهلا بك أستاذ صباح الخير أهلا وما تحب أهلا وسهلا بك صباح النور صباح الأنم أستاذ صحيح الإسم أنا عون ذياب عبد الله عون ذياب عبد الله وليس عون عبد ذياب نعم عون ذياب عبد الله للتصحيح لأجل السيجي تمام استاذ بداية يعني ممكن تحدثنا عن هذا الموضوع بشكل عام وما هي أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها والله هي الأموما إحنا هذه طبعا مناطق الأنفر اللي تفر بالمدد هذه حدود تعدى من الجانب يسميها حدود التهذيب للنقر يجب أن لا يكون هنا تجاوز على هذه الحدود في كل يعني هذا نظام عالمي حقيقة نعمل به هو من سميه حدود التهذيب أو حدود الإغمار في حالة مرور موجات فيضانية يجب أن يكون حيز أو فراغ محدد بمرور الموجات فيضانية للأسف شديد في الأولى الأخيرة صار تجاوزات على الضفاف الأمور بشكل واضح يعني بدأت الناس نتيجة مرورنا بفترات من الضفاف فصار تجاوز على الضفاف صار بقصة منهم بدأوا يبدون بعض المنشآت نحن أحيانا تحطى بعض الموافقات بشرط أن تكون منشآت غير ثابتة أو مثلا منشآت نحن أحيانا تحطى بعض المنطاعم العائمة مثلا هذه اليناس بتأثر على موجة فيضانية هنا الحقيقة في العام الماضي سنة 2013 عندما حدث الفيضان كان هذا الموضوع كل شيء مؤثر بحيث أثر على امرار الموجة الفيضانية في منافق عديدة أنا مو فقط أتحدث عن بغناء أتحدث على نهري دجة والفرات عموما هذه لازم ما يصير تجاوز على وطاف الأنهر ما يصير تجاوز على مقبع النهر لازم هذه التجاوزات ترفع وإحنا حقيقة حاليا مع الوزير الموارد كان باتصال مع سيد رئيس بجسر القضاء الأعلى بالخصوص هذا الموضوع موضوع التجاوزات فعلا الصحفة إلى قرار بأن يؤخذ التجاوزات المحبل من الجدية ويحاسب من يتجاوز على ذلك حقيقة هذا موضوع كل شيء حيوي ومهم يجب العمل به بدقة لتفادي المخاطر اللي يفتح ثانيا النهر هو ملك الجميع وليس ملك الشخص محدد أو ناس محددين مع الأسس أو يعني التحواز على ضفاف الأنفور هذا الشيء المربوض وما نعيد الحقيقة ولازم عندنا مكان لرمي بقاية المواد التي استخرجها مثلا تلاحظ أن هناك بعض الجدر تظهر في نصف بغداد وهذه الكراءات الحديثة التي ترفع هذه الأطيان وترفع هذه الترسبات تريد أن نحيز معين حتى نرمي هذه النفايات هذه الأتربة المتترجة من محطة النفاي فأحيانا نشوف مضايقة أو لا نجد مكان مناسب بهذا الموضوع هذه كلها عوامل يجب أن تفضلوا نعم أستاذ وصلت الفكرة وتوضحت نعم 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 شكرا جزيلا لك